تسعى مصر دائما للسلام وتعتبرها خيارها الاستراتيجي ويحتم هذا المسعى على القاهرة اللي تترك الأشقاء في فلسطين ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر وفي محاولة لاحتواء الأزمة وحماية المدنيين ومنع استهدافهم واحترام القانون الدولي الإنساني دعت مصر لقمة القاهرة للسلام حول القضية الفلسطينية التي تشهد مشاركة دولية إقليمية واسعة سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها أن لا تترك الأشقاء في فلسطين ضحايا للعدوان الإسرائيلي المستمر فالموقف المصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية في إطار اطلاعها بمسؤوليتها لإيجاد تسوية للقضية من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين ووفقا لمرجعيات الشرعية الدولية وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وفي محاولة لمنع تساع دائرة نزاع والتوتري بالمنطقة فضلا عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم واحترام القانون الدولي الإنساني دعت مصر لقمة القاهرة للسلام حول القضية الفلسطينية وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة دعوة القاهرة لهذه القمة وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني الذي تستهدف إسرائيل معاقبته جماعيا خاصة أن مصر طالبت مرارا بأولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الموقف المصري ينطلق أيضا من رؤية حقيقية لإفشال محاولات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وظهر ذلك جاليا من خلال رفض مجلس الأمن القومي في اجتماع له برئاسة الرئيس السيسي لسياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار دعم بلا حدود واتصالات مكثفة تقوم بها القيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس السيسي بالأطراف الإقليمية والقوى الدولية لدعم القضية الفلسطينية والحيلولة دون مزيد من التصعيد هذا الدعم يعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على السلام والعدل والاحتكام إلى القانون الدولي والإنساني وليس للعنف وقتل الأبرياء